موسيقى ده بتاع الفيديو يا بيت السلام عليكم عليكم السلام الله يا معلم مش ده له الساس كلمات كلمات برضو يا بيت يا بيت بقولك أنا باية لما يكتب يبقى كلمات الشاعر ولما يلحن يبقى مقام البياتي أنا بقدم لك المبدع الكبير مقام البياتي وده المطرب الكبير المفخخ عربي حمادة وجاهز جاهز يا مبدع جاهز وانت بعدت له كلمات برضو يا معلمك بقولك أنا باية مستطر له كلمات من زمان أنا بتاع الفيديو يا بيت لحظة عشان الإحساس بس مرحبا شائع الجماع مرحبا شائع الجماع مرحبا شائع جماع مرحبا شائع جماع بقليم وكمان خلص بسرعة سمعت الوعظة يا أمجد؟ اه يا حبيب تسمعت الوعظة ايكش بس تعمل بيها ايه يا أمال؟ يا ماما مش كده يا أمال دا احنا لسه مخرجماش من الكنيسة ايه؟ استني شوية وبعدين اتخلق مالك فيه ايه؟ وانا قلت حاجة عشان كل دا؟ لا يا حبيب تموانتيش حاجة انا اللي بتلك كده ماما عز أربان روحت للولد أربان لا روح انت حاجة للولد أربان لا على فكرة بقى مش كل حاجة أقولها لك تقول لي روح انت خلص يا أمال هروح 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 يا عدم يا حبيبي حاضر حاضر صحيح عايز ألماني اخناك شكرا مين؟ السيط امجد ازايك عامليه؟ اه انا كويس فينك؟ موجودة بتعملي ايه هنا دي مشكلستك؟ اه انا هنا في فرح فرح واحدة صاحبتي انت متحظي اخبارك ايه؟ انا كويسة ايه دا انت جوزت صح؟ جوزت وخلفت ايه دا بجاتني؟ اه جبت ايه؟ ايه دا عنده كم سنة؟ ست سنين دلوقتي تستاني فضلت مرسي قوي ربنا يخلفونك وانت ايه اخبارك؟ الحمد الله ايه جوزيف تعيش انت ايه؟ امت داو ازاي؟ من سنة ونصة تقريبا عامل حدثة عربية جندا البقاء لله اندين ربنا معاكي مش سيئة او يعني طب بعد كده يعني ايه اخبارك؟ انا الحمد الله تماما يعني قعدة في البيت لوحد زيو بروح اعود عند بابا وماما وباشتغل بس طب بقى امانة مش عايز اي حاجة بجد لا يا ام جد مرسي مش عايز حاجة طيب انا هروح لصحابي بقى ماشي؟ طب انا قاسي نسي اخودي رقمك عشان اه هتطمن عليكي بعد اذن طب اه طبعا متفضل اه زيرو اتناشر اتناشر اربعين خمسة اتنين خمسة واحد واحد الهير الملك ده اكيد راح اوكي اوان ايه 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 كل ده عشان تجيب قربان وتيجي ايه ايه امان مكنش عند الراجل كنت مستنيه يجيب تاني ايه ده ده مش سخت اخوة انا فران ايه امال او اللي موجود باقولك ايه يلا بينا يلا يلا ايه زوجة السيدة وايه الفنش الزبالة ده الشغل ده لازم اتعاد فيهم ايه فيهم ان حضرتك استخدمتي الاحجار من غير ما توضبيهم قبل ما تشتغل وفيه ان الفنش كله باهم ووحش سيء سيء بس انا شايف انا شكلهم كويس وما فهمش حاجة حضرتك تشوفي اللي انت عايزاه عندكم في بيتكم انما هنا انا اللي اشوف لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا يعني الفنش لازم يبقى بيرفكت وده اللي بيفرق حد عن حد زباجة هتنزعك دينا الاخر مرة هحزرك لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا صحاب بانك هنا بتشتغلي عندي اوكي برحتك طبعا برحت تمام وانا مش جاية هنا ده اللي انت عايزة تعمليه عمليه بس قبل ما تمشي من هنا بتعديل الشغل الزبالة بتاع الده ليه جدا اهدية دينا فيه ايه حضر ما عليش عزوريها دينا عندها مشكلة كبيرة في البيت يا ستي وانا مالي وما البتح دينا حامل وإيه المشكلة في كده متفقى مع جوزة يقدروا الموضوع ده وننسي بتاخد الده ودلوقتي حامل وعايزة هتنزل البيبي وطبعا هي المترددة يا ستي وانا مالي وما للكلام ده كل الله ما تعمل اللي تعمله انا ماشي هاديني انا مش هخلاه تمشي اللي هي عايزة تعمله تعمله المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القرف اللي هي عملته وبعدكها تعمل اللي هي عايزة قوليها ما تنزلش البيبي ربنا حيسألها على اللي هي بتعمله انا هسماعك الاعجوبة الملحبة الغنائية شغل يا لأ والدنام موسيقى 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 المترجم للقناة ايه رأيك بقى يا كابتن مصر الرأس حلوة رأي فيه بالضبط الملحمة اللي سمعتين الملحمة قولي يا بركات انت عايز مني ايه شوفي انا حبك كده في الصح على طول يعني من اولها كده اتجيب من الاخر عشان انا عايز كده يا برنسيزا بص يا امر انا بعون الله بشاءلطلي عشرين عشرة خمستاشر اغنية في الشهر وكلهم نجوم مصر كلهم نجوم مصر ده ازاي يعني اللي بالنسبالك دول مش نجوم مصر في الهرم وكباريهات مصر كلها هم دول النجوم انت حارفها عربي النجم عربي حمادة ده اللي احنا سمعنا منه البلحابة اللي انت شفتها دي ده في شارع الهرم معروف اكتر من النجم الفنان صديق يا عمر الدياب صديق يا عمر الدياب ولي يا بركات المطلوب باني بالزبط هجيبلك من الاخر انا عايزك تمسكيلي انتاج الاغاني من الات واتش يعني من الابرة للصاروخ وليكي في الاغنية 4000 جنيه يعني يقولي 40 ألف جنيه لانها شلفط لعشر اغاني من النوع ده طب انت ايه اللي يجبلك على كده ما انت ممكن تعمل كل حاجة بنفسك عندك شركتك وكل الناس بتاعتك انا قديم عام وخبرة لكن عايز عايز اتطور عايز واحد محترف جنبي عايز حد برفيشنال معايا عايز ابقى انترناشنال لان ده في عيني اللي بيدفع بيساوي كتير ثانيا انا عايز اعلى بالكوانتي في الاغاني اللي بعملها ماشي انا وافقة بس عندي شرط او موري؟ اسمي ما ينزلش على ولا اغنام العشرة براحتك اوي يا برنسيسا بس انا كمان عندي شرط اللي انت هتبقي مسؤولة عن كل الشور اكيد طبا انت عايز تبتقي تصور امتا؟ امبارح يا برنسيسا معانيش يا بركانة انا عندي طلب واحد بس ممكن انت بطل تقولي يا برنسيسا وتقولي يا استاذة ايا؟ حاضر حاضر يا استاذة ايا فيليت اللي احنا قاعدين فيها دي فيها بسين وقوة مفروشة وعندي ليفن عندي من مجميعه في الفيلا هنا عايزة رشوط اللي اغاني دي ايض فيها ازايا؟ انت مش اطرتك بقى طب اه انت عندك مخرج؟ عندي 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 مخرج طبعا مخرج الروائع موحة ما شاء الله موحة بنتك؟ موحة بنخالتي ده مخرج الروائع انت ما تعرفوش؟ يا والله ما تشرفتش ودي يا موحة انت يا ابا يا نهار اسويت وده موحة انا فاكرا اعمل النظافة موحة صباح الفل يا ست الكل موحة مخرج الروائع صاحب كليب انا ليه تيم يا نهار اسويت ثقر يجعي وكانت ان انا خيار اصداد سيارة؟ اي تفتاني حضرت إصداد قليل بارح أسد ذي هنا مسا ما جاتش؟ انعاف تانا مستر حسام قلم من حضرتك عايزة ما سعدك خير تفتاني بساعت انا عايزة اشوف قوطة هنا انا من تجي من غلية بلاسة موتها مادام لك والله يرحمها ووالدها كان عازف مشهور قوي ويوناني بيقولوا ده كان العازف بتاع المال هي دي اللي عند حضرتك في الصورة وده بقى قلبيان وبتاع هانا واكتر مكان بترتاح فيه هاي فين قلت اتفضل 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 طيب ممكن هروحه وغيره وارجعب التاني مم وممكن باعي تازميني على شاي اخي هكذا اكيد و بعد كده هايشرب بس البيانة بس البيانة 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 الابطار السابع اتفضل 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 سورا são fenigent اتفضل يا ابني انت انت تجنان تسير بتاعدي من軍 مش اهنا هنفضل قاعدين كذا كتير مش هلعمل نهار ده ولا حاجة يلا hyba اسم اسمك ايه يا اروة انا اول مرة стоعمل معك ولا ايه اخلاصي اسمك ايه بس انت اتلاح اسمك ايه و戰ع القدس اسمك ايه يا اروةfold يا نجمع انا عرفه اه لكن انت متعرفهوش زياد التأكيد ايه يا ايه يا عام غعفر انت بتتكلم مع الاستاذة انت فاكرة بنت قتك الصغيرة ولا ايه قاعد الكلامك يا ابني مع الاستاذة صباحي بقولها اروح حمد الله على السلام انت ايها بالتحلويتك كده اللي انت نستحمي يا بيت ولا ايه من اخر مرة كرقتي وانت كنت في الانعاش وامك عامل ايه وابوك وكربيت ام اللي جابوك انا عشغلك المزيجة وعايدك تشيقليب وتعمل حركات كده عشان نعمل بتاعدي حلو بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدل تربيلك بقى واحد تخليك كدح شكلها هتلتع لك كده عرف الكرام واحد وفجأة انت لي مروحت الشيء يا حبيبي مش اقول ايد الوقت يا ودوعتم سأل فوي لا شكرا شكرا α يا حبيبي بقولك مش طايعة نفسي في ايه هديل؟ في ايه مالك؟ مولعلك شامع وشغلك مزيكة ولا بغيبلك سجارة؟ ايه؟ اعملك ايه تاني؟ انا زيت وانت اللي فاكرني مكنا كل ما هتحوز ههتدوص على الزراعة تطلع عكسى يفرقون لهو لا بجد، ايه التخلف ده؟ تانكيو على زوبك بص هديل، انا مش جاه تخاني يا حبيبتي تساعدين علشان ساعدك انا حاس ان احنا بنبعد عن بعض أساعدك ازاي بقى؟ اعملي عشان اخليك تبطل تتفرج على افلامك انا عمري مخومتك وانت مفهوم خيانة بالنسبة لك ايه؟ انك تجيب واحدة تانية واتنم معها غيري؟ لا هو ده مفهوم خيانة وانا عمري ما عملت كده مفهوم خيانة بالنسبة لي غير كده يا طرى وانا في حضرتك بتشوفني انا ولا بتشوف البلات اللي بتتفرج عني؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملت الفيطور ده فعلقتنا؟ انا؟ صح اه صح انت انت اللي مش عايز تتغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاول تتفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف كده اللي عيني ترقصي لي ولا حتى محسسان ان انت نفسك تبقي معي في اي حتة ولا اي مكان انت اللي عايز واحدة من الشرع دي شغلتها وانا مش كده وانت عارف كده كويس انت متخلفة والله العظيم متخلفة وغبية كمان مال انك تطسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده على فكرة الموضوع مش في النوم الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قابل الموضوع ده بابا ليش انت تتكلم في الموضوع ده لانك عمرك ما فكرت تحطني في مدحة ولا عمرك فكرت انا مبسوطة ولا لك انما انت مكنة ما بتفكرش غف ده وبس وعايز توصل ليه باي طريقة انما انا عايزة انا محتاجة مش مهم يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قابل الجواز عايزني اعمل ايدي وغمال اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده انا ضحيت وانا اتجوزتك ما بيعتكيش ما تخلتش عندك ولا بيعتك هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني هديل هديل حبيبتي انا بعمل كل ده عشان انببسط مع بعض انت مش كنت عايزة تخلي فيك مش نجسك تخلي فيك بالنسبة موضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريق تفكيرك اما بالنسبة للعيال ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا ولاد دول ما انت غرقان في النجاسة بتاعتك تصدقى يا هديل انا استاهل ضرب الجزم انا واتبتكالي معاكي انت متستاهلش حتى انو انا فتكالي معاكي انا احمار اني حبيت اضيكي يوعد مجد وشك مشرق اول النهاردة فعلا زال امري مشرق انا لازم اروح المكتب اوكي لو سمحت شكرا 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 خسابي مصدقتي بجد عملت نفسي مصدقة لأ ده انا كده كل يوم هتلكك واسيب حكت وكلمك مش هرد عليك انا انت بخيلة بقى او انا بخيلة ومش عايز اعزمك تانى طب عشان خاطر اوضي شوية كمان بجد اتأخرت على المكتب بقولك ايه صحيح انا كنت عايز اعمل ستس لورود في فارة في الشركة عندي يعني عايز ااخد توكيل من الكامل لا ما ينفعش لان كل اللي بانتجوا بس هتضروا لبرا واصلا انا انت جي قليل طب والحل ايه؟ الحل ووضوع ده محتاج تفكير باز ما يبنى اعضوا مفكر دلوقتي؟ الصباح الخير هبة؟ اه ايه ده ايه المفاجأة دي؟ بابا وماما يا هبة اتفضل يا ماما اتفضل اهلا يا هبة اهلا يا عم ازاي كهب؟ الحمد لله زاي كنت يا ماما انتو جيتو ايه ازاي؟ ابدا انا ومامتك حبينا نشرب بالقهوة وانا غير المكان بس توريا طارق اتخلنا عليك اصلي اتخانيت مع اختي ناني في النادي قلت ليه يا ماما؟ السبت مش كويسة يا طارق الفاظها ومش حلوة وبتعط بتعمل بأيديها كده وتشوح بأيديها وبتتكلم حركات كده ومساطها عالي عارفة يا هبة؟ لما تلاقي نفسك قادة مش عارفة ترجي على الانواع دي خالص فاتخانيت معيه وقلت ان انا ما تجيبش اختك تاني مايك شفت يا هبة؟ شخصياتها قوية ازاي؟ حكمت على صاحبتها ما تجيبش اختها معها النادي حاجة تجنم طيب انا مضطر يا استأذن عندي شغل كثير بس احنا نفسينا نقعد معاك يا هبة خلاص يا انكل تتعود المرة دي ما تتحزكش يا هبة انا عايزة اقعد معاك واعرفك اكتر ان شاء الله يا دوت انا اوصلت لا انا عارفة الطريق عن اذنكم فضال يا هبة ما تهميه ان احنا مرتبين كل حاجة لانكم جايين انا بس تغرب احنا جايين نقول نغير المكان ونقعد بحتة تانية تيجي تعتذري انك تأخرت على معاك طريق خلاص ما خدتش بالي اكيد زالت تزعل ليه؟ دي حاجة كويسة ان اهلك يشوفوه معنا كده ان انت جد ومش بتلعب وبعدين عايزين نتعرف على باباه ومامته ايه رأيك يا بابا؟ فكرتني بأيام زماني طالع لأبوك ساعيك يا طارق إب' انتي مبتحضي لي انا اتصلت بك عشان مرات то انا علقت طارق احنا مفيش بنا اي حاجات خليك تجيب انكل وطانتي يشوفوني بابا وماما جوم بالصدف طارق احنا كبار بدرجة كافية تخليك تفهم اني بفهم وبعدين انا بحبش الكد انا ياسف ما تعتذرش من فضلة اني اللي حصل حصل ايه بقى انا عايز اعرفك اكتر ما انا عارفة ده بس انا بجيش في الاسلوب ده وقلتلك مية مرة خلينا اصحاب كل حاجة تيجي فوقتها بس الظاهر ما فهمتش كلامي اوعدك اني هفهم بس انتي كمان لازم تحاول تفهمي ان انا متغير انا مش فهم انا ازاي كده انا ما عنديش استعداد افهم اي حاجة غير حوادك حاضر انت رحت المكتب لا ما اللي انت فيه في مشوار طيب اعد عليك بالليل لا لان عندي موعد طيب حتسل بك تاني نتكلم بعدين عشان نجتمع كواس بابا زاكا بابا الحمد لله ازاي كنتي الحمد لله انا اجعل بطي يا بطي ما قلت ميت مرة بطلت اقولي كلمة بطي دي بطلت نزيني بالطريعة دي بطي وستين بطي كمان يا بطي و بطي يا مهيبة خلاص سيبيها بطمن عليها ادي اخر ادلعت لي سيبيها وما اتكلمهاش دلوقتي ها يلا سلام عليكم قالوكم بالسلام اطلع يا بركاته اطلع يا بطي بطي بطوше موسيقى موسى ما عليك يا بنت مفيش مفي شخص النبز town في حاجة في شغط تمّacunين يا بنت مفيش يا الشغط مفيش شغط طيبني في عطني مرحلة انا عارفة ان انا جاهل بس بحس وانتي بتحطي مفتاح البيت وانتي دخلاء اذا كنت يزعلانة ولا مبسوطة وعارفة كمان ان انا لو قلت كده لامي زي انتي ما قلت دي كانت نزلت على دماغي بالبلغة بتاعي تابوي عملتلي تربانة في مخي بس عشان انا امي اللي بيقولوها دي في السياسة ديمقراطية اي دروك مراطية دي ديمقراطية ايوان الديمقراطية بس تعرفي يا هبة حقولك على سر انا كلمت ابوكي واطلعته ان بدخلك المدارس بتاحت الكنيس الراهبات ودخلك الجامعة بتاعت امريكا ماشي وقلت له يا معلم احني لازم كده ايه المعلم؟ هو انتي كنت بتقولوله يا معلم؟ ها؟ 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 يعني ما كنت بحبه ادلعه شوي الله 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 انتي مهيبة ها؟ كنت ليكي في المسائل دي؟ لا 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 تعالي تعالي حكيلي ما كنتش عارف ان ليكي في المواضيع دي؟ تعالي حكيلي بس كنت بتدلعه على راجل ابويا ازاي؟ ده انتي تلعتي صهانة كبيرة ها؟ شوف البت وهبالها ها؟ انا اسمي يا امي ممكن نرجع لموضوع الدلع والمعلم ها؟ انتي مالك انتي ومالل حاجات دي واشا خاطري ها؟ 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 احبك يا ماما بصي بقى يا استاذة دلوقتي بقى هتشوف النجمة عربي حمادة بالستيل الجديد بالنيولوك الجديد بال... هاتم بهري ها؟ سلام عليكم كابتن مصر ها؟ صباح الفل قول كمال نجمة كون نجمة كون الارضية نجمة كون الشمالية والغربية ايه عربي اللي انت عامله في نفسك ده عربي؟ قول كمال اعرفك بقى بالهرم بتاعنا عربي حمادة ها؟ انت عرفت ثلاث عرمات بتعجيزة؟ ده ابن عميتهم الصغير ازايك يا امر؟ ها؟ هو ده بقى عربي حمادة نيولوك نجم النجوم الكرة الارضية والشمالية واطلع فوه وانزل تحته جيزة وشابرامانت وقرامات الدنيا كلها هارم بقولك يا عربي نظام ورقة الشوكولاتة اللي انت لباسها دي ما تتزمنيش ولا ايه هو؟ صح يا استاذ ماشي وركز معايا عشان يا بقى جايبالك ستاعدت؟ جايبالك كم بدلة كده وكم طب لازم تلبسهم لا 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 باش مهندسة الكلام ده ما يقولش معايا مش العربي حمادة اللي حد يلبسه يا نجم يا نجم دي اصدها البدل والامصال والحاجات دي يعني استنى انت بس كده يا جحفر عدلنا على جنب بص يا استاذة انا جايب معايا شوالت شيرزات انما ايه؟ لوكس اللكاسة هنلبس بقى عليهم كده شوالت شواكت تمام؟ حدو تتقابل النوم التشيرز ده واللي شاكت بتوعك دول انساهم خاص والكلام ده ما ينفع ليش ولا ايه يا موحة طب شوفيهم الاول وبعد كده انا بقى نتكلم يا استاذة يا استاذة استنى بس نشوف الجهة نظر النجل ولا ايه يا موح ها ولا ايه يا استاذة اسمع كلام انا بقى هو اشتري مني عربي المراهضى هيجيلك انسان تانى هيجيلك طحف فادي يا رايعة هو ايه؟ كل حاجة عندكو ولا ايه ولا ايه ولا ايه ما ينفعش يا جماعة أنا ما انفعنيش النظام ده ابدا ولا ايه يا موحة قال ايه مصوري يا استاذة استحمليني لا ما تقولي يا دكتورة ولا ولا انك يا باشمهندسة ولا ايه يا موحة اللهم صلى عن نبي ايه ده يا عربي ده بسم الله ما شاء الله مش قلتلك تحفة فنية رائعة قول كمان امن؟ تحفة يا نجم اظن بقى كده يا استاذة ما عندكيش اي حاجة انا كده عملت اللي علي لقد تلع سامة كلامة في البقى بقولك ايه يا عربي ايه يا عربي عشان انا عصابي بازت منكم هو ده اللي انت بتشرب؟ هو ده امسك سيمك من الاتنين دول مش هينفعوك اسمع كلامي نجرب بقى الليكس اللي انا جايباه والبدال الحلوى الشيك وشوف هيطلع عامل ازاي انا صدقني عايزايك تطلع احسن من الاول اسمع كلامي بقى ولا ايه موحة سيمكي دونت عيني باتيو هاف دونت مي لايف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة